هلو ماي ديري ستيودينز. ولكم تو اوار نيو لسن. وتش ايه هي الالمنت او نقدر نسميها الفرست جروب المنت. لك ان الالمنت بتاعت جروب واي بقول عليها الكلي متلز. طيب ليه هنه بقول عليها الكالي ميتلز او يعني ايه اصلا الكالي ميتلز الكالي يعني بيز يعني هي اكيد في حاجة هتحصل هتكون من خلالها بيز وميتلز لانه كل الاليمنت اللي موجودة في الجروب ده عبارة عن ميتلز. قال لك الكالي ميتلز فبصينا هنا مع بعض دي الاليمنت اللي موجودة في جروب وان اي. البريودك تابل عندنا بيمقسم الى جروب اند بريودز. الجروب هي الكولوم الرأسية. فبقيني بتكلم على جروب وان اي. يبقى هو اول كولوم رأسي ناحية الشمال في البريودك تابل. بيحتوي على ايه بقى? ديسيوم سوديوم تاسيوم روبيديوم سيزيوم اند فرانسيوم. كلهم هقول عليهم الكالي ميتلز عشان كلهم لما بيدوبوا الوصيدز بتاعتها في الالكالي بتاديني الالكالي ميتل. بصي كلا معاية انا ايه تو او. برقاست ايه تو او يبقى الاكسايد بتاعه ده في المياه الداني الاكالي تو اي اي او اتش. طيب هو مين سماهم الكالي ميتلز؟ قال لك او لحد اطلق عليهم الاسم ده هو مسلم ساينتيستس بعض العلماء المسلمين بس تساعتها كانوا بيسموها الكال. على ايه? على الاليمنت الاكسايدز اللي جاية من السوديوم والبوتاسيوم فقط. بعد كده الاسم ده تطور عن طريق سموه بعد كده الكالي. واطلقوه على كل الموجودة في الجروب كله. وليس سوديام والبتاسيام فقط. يعني كل الجروب دي بتاعتها لو تفعلت معلومية هتدينا مين? هتدي ديني الالكالي. طيب. الالكالي المتال دي موجودة عندنا في الطبيعة. طيب وموجودة فيه بالزبط. تعالوا نتكلم على كم حاجة كده? اول حاجة فيه من السوديم. السوديم هو تقريبا سايد سعون شهر انتشارا في الكرة الارضية. طيب موجود فين? قالك الملح السخري او اللي هو ملح الطعام اللي موجودة عندنا في البلد. ده اكتر حاجة ممتشر فيها العنصر بتاع السوديم. يجي بعد منه بقى عنصر البوتاسيام. عنصر البوتاسيام يعتبر سابع عنصر انتشارا في الكرة الارضية. موجود فين او موجود في سورة ايه? قالك موجود بنسبة كبيرة جدا في سورة ال crap. اللي هو موجود فين ال crap. ملح البوتاسيام قدراية ده؟ قالك موجود في المية الملحة بتاعة البحار الملح اللي فيها ده بيبقى عبارة عن كي سي ال. دوت ام جي سي ال دوت سيكس اتش تو او. كل دول مركب واحد. دول مشتريات مركبات. دوت دوت دي معناها ان كل دول موجودين مع بعض في مركب واحد. طيب بعد كده بقى هنتكلم على مين? على الفرانسيان. اللي هو اخر المنت موجود في الجروب دي. هو المنت نايدر جدا. مش ملتشر زي ال المنت اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. وعشان هو نايدر جدا. فدي من رحمة ربنا علينا لانه هو اصلا ريديو اكتف كنباوند. يعني هو عنصر مشاع. فكويس ان هو موجود بالنسبة قليلة جدا. طب اكتشافو امتى? سنة الف تسعمية اربعة وستين. كان عبارة عن برو دكت اوف ديس نيتيجريشن اوف مين اسيتينام. طب مين الاسيتينام ده? قال لك الاسيتينام ده برضو عنصر مشاعع. بس بتاعته يعني ايه? يعني الاسيتينام ده اللي بيبقى موجود تقريبا في الطبيعة لمدة عشرين دقيقة بس بها كده بيتحول. بيتحول لمين? للفرانسيام ومين والهيليا. يبقى الفرانسيام جاي من اللي هو بتاعه عشرين منت. طب نتكلم بقى على الخواص بتاعة الموجودة في جروب. فيها الكترون واحد بس موجود فين. لما يجب وزع الالكترونات هلاقي التوزيع بداع كل الالمينت دي بينتهي بان ده عدد صحيح. يعني كان بقى س ده الاربتال بس عشان كده سميناها جروب طيب ليه? لان احنا قلنا بيبقى فيه جروب وبريد. هو اول جروب موجود في على الشمال. يبقى كل ما هبدأ بريد جديدة اول عنصر فيها طبعا هيبقى من جروب دي. لما اتكلم على يعني بتكلم على الالكترون الموجودة في الاورينجيليليول. هحنا عندنا كام الاورينجيليول تف mRNA عندنا واحد بس. يبقى بالتالي بتاعنا لما افقد الالكترون ده هيبقى لكل الانت. بسهولة جدا هو. طيب ليه هو بيفقد الالكترون الموجود عنده ده بسهولة جدا؟ هو عد وزعة الالكترون هتوزعه اول مساتواكة هتملاءت هتمنعها التالية هتمنعها عند سوقون لحد ما توصل لان S1 لما يفقد الالكترون ده كل مستويات الطاقة اللي قابله هتبقى ممتلئة. بالتالي هتبقى في عشان كده هو بيميل جدا ان هو يفقد الالكترون ده بسهولة عشان يوصل الى اللي فيها كل مستويات الطاقة بتاعته مليئة. the first ionization potential is less than the ionization potential of any other element. ليه؟ او يعني ايه first ionization potential؟ يعني ايه اصلا ايونيزيشن potential. هي الانرجي الالمنت ده محتاجها عشان يتحول من صورة element لصورة ايون. يعني ببساطة كده الانرجي اللي هو محتاجها عشان اللي هو موجود في الاوترشال. مش احنا اتفقنا ان هو وعشان يفقد الالكترون ده بيتحول مركب بالتالي هو مش محتاج انرجي كبيرة تسيطر عليه تخليه يفقد الالكترون ده هو عايز يفقده. عشان كده ان بتاعته قليلة جدا. بقى لكمية الطاقة اقدر اخليه يفقد الالكترون ده. مقارنة تنبه هي المنت تاني موجود في الجدوى الدولة. but the second ionization potential is very large. ليه بقى فكر معايا كده بنفس السبب? هو لما يعمل first ionization potential يعني فقد الالكترون الموجود في الاوتر energy level. بتبقيله بعد كده مستويات الطاقة الممتلئة اللي هي اصلا بتخليه most stable. فبالتالي هلنقدر اسحب منه اي الكترون من مستويات الطاقة الممتلئة دي? موضوع هيبقى صعب شوية يحتاج مني مين? كبيرة جدا. عشان كده بنسميها اللي هي بعد مفقدت اول الالكترون هجفكو الالكترونات بعد كده هيبقى كبير جدا عشان هو موجود في طبعا كلها موجودة في صورة اينز لان احنا اتفقنا مع بعض بيتميل لانها تفقد بسهولة جدا الالكترون الموجود في مستويات الطاقة الاخير. كلهم تقيبا بيبقوا ايدنتيكال في الالكترون بتاع المين بقى لاقرب نوبل جاز. اقرب جاز خامل اللي هو مستويات الطاقة بتاعت كلها ممتلئة. اتومs of this group have the largest known volume. الفوليوم تاعت الاتوم الموجودة في جروب 1 اي ده? في الغالب بتبه هي اكبر large لجروب في الجدوة الدوري. so any metal of this group has the largest volume of any atom in the periodic table. في كل الperiodic table او في كل مقدورة في الperiodic table هو اعلى volume فيهم. they are strong reducing agent. ليه بقى? فكر كده معايا هو ليه اقدر اقوى على الاليمنت لنا strong reducing agent. عشان اجاوب لازم ابقى اعارف الاول يعني ايه reducing agent. reducing agent يعني هو بيستخدم عشان نعمل reduction لحاجة تانية. reduction لحاجة تانية يعني بيديها الكترونس. بالتالي هو strong reducing agent يعني بيدي الكترونات بسهولة. ليه بسهولة? لانه هو already بيفقد الاليكترون اللي عنده بسهولة. فيشتغل ك strong oxidizing agent. they have low density كسافتهم قليلة. this element have very low electronegativity. الاليكترون بتاعته يعني ايه? ان هي ability to attract electron. هل الاليكترون دي? احنا اتفقنا ان هي عايزة تلص electron? ولا attract electron? هي عايزة لص عشان توصل للمست ستيبل كيس. بالتالي الاليكترون بتاعتها اللي هي ability to attract electron تبقى قليلة. كل ما بزود الاريديس بتاع الاتوم في الجروب دي. يعني ايه? النواة دايما بيبقى في النص. حواليها دائرة كبيرة كده فيها مين? الاليكترون في الاوتر شيل. بيقولك كل ما الاريديس بيزيد الديامتر ما بينهم بيزيد يعني الدائرة دي عمالة تكبر اكبر واكتر. الاليكترون الاخير ده اللي هو بيبقى بعيد عن النواة اللي هي بوسط فالاتاكشن فورسة ما بينهم كبيرة ولا قليلة? قليلة لان الديستانس كبيرة. فبالتالي مفيش حاجة مسكة الاليكترون ده. فعايز يقولك ان هو بالتالي هيفقد الاليكترون ده بسهولة اكتر واكتر كل ما بيزيد. دلس الاليكترون كان بيه دوست ازلي دلوقت الاليكترون ده ما عمضوش مشكلة ان هو تفكت بسهولة لان هو بعيد عن النواة والاتاكشن فورس بتاعته مالها قليلة. يبقى بتاعته is very high. دي يعني ايه بقى? الالكترو بوزتيفتي عكس الالكترو نيجاتيفتي. الالكترو نيجاتيفتي ability to attract الالكترون وقلنا قليلة وقلنا قليلة ليه? الالكترو بوزتيفتي ability to loss an electron. كدرة المادة او كدرة الامنت اللي هو يلوس الالكترون وهينا طبعا عالية جدا لان احنا عارفين هو عايز يلوس الالكترون دي. طيب نتيجة بقى بتاعه ده بيدينا في نومنا مهمة جدا. الالكترون اللي موجودة في الاليمنت دي بيبقى عنده انستخدمها في حاجة اسمها ايه? في حالة البوتاسيوم والسيزيوم. ايه هي فوتو الالكترون? انا بيبقى عندي هنا سطح الميتاد بوتاسيوم او سيزيوم. بيسكت عليه اللايت. اللايت ده اللا هي UV رادياشن. فاللايت ضعب وراء عن انرجي. واحنا اتفقنا بقى اقل كمية من الانرجي هو بيتلكك اصلا عشان يفقد الالكترون الموجود في الاوتر انرجي ليفل. فهيchinو Losley الالكترون اللي موجود في الاوتر انرجي ليفل. بعد كده ما حصل لسنج للايتليكترون الموجود في الاوتر انرجي ليفل. الالكترون ده بعد كده هيطلع لحاجة اسمها عملية دي بيسموها في النومنا. قل لك لما ده خط طاقة وتحول من تليى على هيبقى ليه شيء حيبقى دلوم مميز. وانا ممكن استخدم بقى دلوم مميز دي ان انا فرق بين عناصر الاليمت الموجودة في الجوق كله. في بيقلك العمل لك نعمل تجربة. انا هجيب وير. هسميها التجربة دي. يعني التست كله بيعتمد على التسخين. انا هجيب وير من البلاتينوم. لكن الوير من البلاتينوم اللي انا هجيبه ده هحطه الاول. ليه? عشان يعمل له واشنج. عشان هتأكد ان هو بقى انضيف تماما ما فيوش اي المنت تاني. بعد ما حطيته في ال اتشي سي ال. هحطه بعد كده على الالمنت اللي انا عايزة تسته. اي ان كان بقى اي المنت موجود في جروب. بعد كده هعرضه للفليم. الى هيحصل بقى. لكن الفليم لونه نفسه هيتغير. كل لون فليم هيدل على الالمنت اللي انا مستخدمه. يبقى انا لو عندي اي المنت موجود وان ايه? مش قادر اعرف ايه هو. عايزة اكشافه. واير من البلاتينوم. عمله واشنج كويس في اتشي سي ال. هحط عليه الالمنت ده. واعرضه للفليم. لو لونه بقى يلو. هيبقى زينك. بربل يبقى بوتاسيوم. ريد. بسترانشيوم. اورنج. يبقى سوديوم. جرين. هيبقى كبر. يبقى انا كده عملت حاجة اسمها فليم تيست. درتك اكشف بيها عماصر الالمنت. due to the high activity of this element. ان اكتفتي بتاعتها عالية جدا. واتفقنا مع بعض هي ليه عالية جدا? زي اار كيبت اوت of air and humidity. لازم لما يجي احفز الالمنت ديه وعاز احفز على الصورة بتاعتها لازم احطها في مكان بعيد عن الهوى. فعشان كده بيحطوها دايما تحت سطح الكيروسين. الكيروسين ده بعبارة عن جاز. ما بيمتزكش بالهوى. ما بيمتزكش بالمية. فطول ما انا حافز الالمنت بتاعتي تحت السطح بتاع الكيروسين. مش هيتعرض لها هوا. مش هيوصل لها اي حاجة. فمش تحصل لها اي حاجة. ليه بقى انا عايزة منها عن كده? لان في اكشن بيتم عن طريل اتموسفير. ايه اللي بيتم? عليك the element of this group or chemical reactive. they are oxidized easily in air. بسهولة جدا. لو نسبتها في الهوى. هيحصل لها oxidation وتلص مين? زي الالكترون. اللي موجود في outer energy level. وهتكون لي بعد كده الاكسايد. عليك على سبيل المثال. الليسيام ممكن يتفعل مع النيتوجين اللي موجود في الاتموسفير. عشان يديني ليسيام نيترائد. which itself reacted with water to evolve ammonia. طب تعم بص على chemical reaction. ده ونسأ عندي ليسيام وسبته في الاتموسفير. الاتموسفير ده في نيتروجين. 70% تقريبا من الاتموسفير عبارة عن نيتروجين. نيتروجين هيتفاعل مع ليسيام عشان يديك الليسيام نيترايد. اللي هو بعد كده هينتص بخار المية اللي موجود في الهوى يتحول الى ليسيام هيدروسايد plus NH3. يبقى انا لو ليسيام سايبه في الهوى مش هيبقى ليسيام اصلا. هيتحول ليسيام نيترايد بعد كده NH3. تعالوا نتعرف مع بعض عن chemical properties او الخاصة كميائية بتاعة الالكليمتر. وطبع ما باتكلم على chemical properties يبقى هنتكلم على chemical reactions او ازاي الالكليمتر دي تقدر تدفعها. اول حاجة هنتكلم عليه هي reaction with water. احنا اتفقنا مع بعض ان elements of this group are considered to be very active compared with any other element periodic table. هي leave very active قلنا عشان عندنا one electron for outer energy level. هي بتميل انها تفقده بسهولة. بالتالي هي موجودة في top of electrochemical series. يبقى ببساطة جدا تقدر تستبدل الhydrogen اللي موجود في الwater molecules وتحل محله. بس بيقولك ان التفاعل ده دايما بيطلع معا energy. large amount of energy دي lead to burning of hydrogen evolved. مش احنا قلنا بيحل محل الhydrogen? يعني هو بيطلع لي الhydrogen. واحنا عارفين ان الhydrogen ده غريس بيشتعل بفرقعة. ده هو مش بيطلع الhydrogen بس بيطلع معا كمان energy. الenergy دي بتساعد في اشتعل الhydrogen اللي بيخرج. عشان كده بيقولك ان this reaction become more rigorous. بيبقى صعب جدا ويحصل كمان ساعات explosion. ابسط حاجة الموضوع ده دايما احنا عارفين بيقولك السوديم ما تحطوهش على المية. ولازم السوديم تحفظه تحت سطح الكيروسين. لان السوديم انت لو حطيته على الولتر موليكل بيشتعل بفرقعة. ليه بقى تعم بص عليها الكيميكالي? ده السوديم مثل. ده الـ H2O. السوديم بيسبق الhydrogen في الـ H2O. بالتالي هيحل محل الhydrogen بسهولة. فالبرودكت عندي يبقى 2 NaOH. ده بيشتعل بفرقعة. والتفاعل كمان بينتج عنده energy. فده اللي بيخلي ان السوديم مع المية يعمله عمية من explosion. او انفجار. تاني نوع من انواع الكيميكال اللي ممكن تعمله. group 1A elements. هو reaction with oxygen. the trend in reactivity and this element group is clear. بيبقى واضح جدا وممكن يفسره. when they reacted with oxygen. ليه؟ قالك when this element are burned they give three types of oxides. يعني مش كلهم بيتفاعل مع الـ oxygen بيديني نفس النوع والأكسايد. لا بيديني 3 نوع من الأكسايد. طيب ايه هما؟ اول حاجة بيقول لك ليسيوم بيديني حاجة اسمها النورمال اوكسايد. اللي هو الـ I2O. امتا اول نورمال اوكسايد لما بتاع الاكسايد في المركب بتاعه بيبقى منس 2. the normal اوكسايد of this element can be prepared by dissolving of metal in الكوفاية امونيا. بداول متل بتاعي في الكوفاية امونيا and isn't adding calculated amount of اكسايد. فبيديني الـ I2O اللي هو الاكسايد بتاعه منس 2 اللي هو نورمال اوكسايد. فهنا لو عندي الاسيوم مع اوكسوجين. 180 ديجريز لازيس. هاي ديني الـ I2O. طيب. السوديم. قال لك السوديم مع الاكسوجين بيديك حاجة اسمها البيير اوكسايد. مش نورمال اوكسايد. احنا قلنا نورمال اوكسايد بتاعه منس 2. البيير اوكسايد بتاعه منس 1. ده ممكن نحضره ازاي? قال لك السوديم مع الاكسوجين عند 300 ديجريز لازيس. بيديك ايه 2 O2. اللي هو بير اوكسايد. البوتاسيوم بقى والربيدييوم او السيزيوم بيدون سوبر اوكسايد. امتى? لما بيتفعلوا مع الاكسوجين وايه هو السوبر اوكسايد. سوبر اوكسايد بتاعه منس 1.5. مع او 2 عند 300 ديجريز لازيس هاي دينك كي او 2 اللي هو سوبر اوكسايد. بوس بير اوكسايد and سوبر اوكسايد كمباوند اكت از سترونج اوكسايد ايجن. احنا قلنا بنطلع نورمال اوكسايد بير اوكسايد سوبر اوكسايد. سيبك من نورمال اوكسايد بيقولك بقى ان البير اوكسايد والسوبر اوكسايد بيشتغلوا كالسرونج اوكسايد بيتعلي. يعني ايه دايما الاوكسايد بيطلع في حالة السوبر اوكسايد. لكن السوديم هيد اوكسايد والووتر بتطلع في حالة البير اوكسايد. طب ما تيجي نشوف chemical equation نفصل موضوع ده. لو انا عندي هنا بير اوكسايد. ان او او تو او تو. بلس له دينا تو ان او او اتش. بلس او او اتش. ده نامين بير اوكسايد ده. هيدروجين بير اوكسايد بلس بيز. طيب انا او 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 لو اتفعل بدلا مع مية اتفاعل مع اسد. هيدين ام او اي سي ال. سوالت بلس ايتش تو او 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 اللي هو برضو هيدروجين بير ايه بقى البيروكسايد مع اسد ابوتور هتوصل لهيدروجين بيروكسايد. short 봄 så سوبر اكسايد هيتفعل مع اثنين هيتدي مو差不多 بلس مين الاخسجين. يبدأ دي الحاجة زيادة اللي بتطل soften انها بتطلق الاكسجين. نفس الكلام لو فعلتها مع cont Zool هيدي نفس الميفيس للطول لتو زيادة عندي Μين? الاكسجين? تمام؟. قالك ان البوتاسيام سوبر اكسايد reacted with carbon dioxide giving oxygen لسوبر اوكسايد ده بتاع بوتاسيوم فعلت وأنا مع carbon dioxide في وجود CuCl2 as a catalyst هديك بوتاسيوم كربونات 2K2CO3 plus 3 mol of oxygen with the exception of Li2O مع استثناء الليثيوم اوكسايد كلها reacted with water to give strong alkaline solution تالي ترياكشن عندنا وهو اتفقنا ان الاليمنت دي بتعمل replacement للهايدروجين اللي موجود بسهولة في المية طب ما هي الاسد دي فيها هيدروجين بالتالي هتعمل replacement لهايدروجين اللي موجود في الاسد بسهولة واتطلع لنا الهو يبقى تفاعل عشان اله دو جاز ده ماله بالزبط كده بيشتعل بفرقعة طب وصينا الاكوشن هدينا اللي هو الغاز اللي هيطلع طيب هل هو ممكن يتفاعله مع الهايدروجين احنا اتفقنا ان هما بيتفاعله وبيحلهم حل الهايدروجين هل ممكن بقى يتفاعله مع الهايدروجين نفسه قالك اه ممكن يتفاعله مع الهايدروجين من الالكالي متلز الهايدروجين ايه هي الهايدروجين وإيه فعله ما بين كلمة هيدروجين وهايدروجين ايون قالك تعالوا بص كده لو انا عندي الهايدروجين برضو ما عرفتش يعني ايه قالك ان لو ما تكلم على هيدروجين ايون احنا عرفين ان الهايدروجين بيلوص ان الالكترون فبيبقيتش بوستف فالاكسيديشن استهبت على الهايدروجين ايون لما كلمك بقى على الهايدروجين اللي هو الهايدروجين اللي ماسك في اي حاجة من الالكالي متل الاكسيديشن نمبر بتاعه بيبقى مينوس وان بدلا ما هو بوستف وان فالهايدروجين بتشتغل ك تقدر تعمل ريداكشن كمان للمية ونطلع منها الهايدروجين دي كليسيوم هيدروكسايد بلس اتش تو خامس راكشن عندنا بقى وهو الالكالي متلز اللي هي اللي هي برضو نسميها كان التفاعل بشكل كبير مع مين مع الهالوجين عشان تدينا استابل ايونيك خلايت بينها حطيت تو ان اي سوديم متل والسي ال اللي تو هيدينا ان اي سي ال اللي هو سوديم كولورايد سادة استفاعل وهو هو ممكن يتفاعل مع نون متلز اه ممكن يتفاعل مع نون متل طيب زي مين زي السالفر او الفوسفور طب ايه اللي هيحصل قال لك لو السوديم تفاعل مع السالفر هيدينا السوديم سالفايد او هيتفاعل مع فوسفور هيدينا سابع عندنا عايز بقى اشوف تأسير تأسير الحرارة بتاعت قال لك لما قول على حاجة اسمها انها في الحرارة مستقرة جدا يعني ما بتتأثرش بالحرارة يبقى الكلمات الكربونيت مش هيحصلها مش هيحصلها اي حاجة ولا تتأثر بالحرارة except مين بقى عندي استثناء هنا المين للليسيوم كربونيت بس هيحصله انها محتاجة سخن عند عشان بس عمله فده برضو بيدول ان هو فيحصله لمين طب لما انا بقى هتكلم عن نيتريت قال لك ان الالكريم نيتريت ديكمبوز بارشري جيفنج اميتل نيتريت ان اكسجين لو انا عندي نيتريت زي مثلا سوديام نيتريت تو ن اي او سري لوس هيت يحصل الى نيتريت تو ن اي انو لوس او 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 نيتريت ان اي انو نيتريت تمام بيقولك بقى ان نخلي بالك ممكن يحصل لو انا هتكلم بقى على البوتاسيوم ناتريت وجيت اسخنه ممكن يحصل يستخدم في صناعة كنابل والمتفجرات ده في حالة مين بوتاسيوم قالك طيب لو صوديوم ناتريت يعمل نفس الحاجة قالك لا صوديوم ناتريت طيب ليه يعني ايه يعني بيمتص بخار المياه الموجود في الهوا طيب بقى نتكلم مع بعض على بما انها عمين نقول انها مش موجودة في الطبيعة في الصورة بتاعتها كميتل زي ما هي مكتوبة في جدوة الدوية ممكن احصل عليها ازاي? علاك انه ممكن تعمل لها منين? من بتاعتها او من الاساس والطبيعة بتاعتها. احنا اتفقنا ان تشتغل يعني بالتالي احنا هنعمل سل للسوديوم كولورايد. ندب سوديوم كولورايد ونحطه في سل. وهنوصل البتري دي هي ببقى فيها مين? جذب البوستيف متوصل بالاند? جذب بنفصل بالكاسود. فانا عندي ده الاند اللي يحصل عنده عملية اللي هو هيلوز ان الكترون. ده الكاسود اللي يحصل عنده عملية اللي هو هيجين ان الكترون. فاوبصينا هنا هلاقي عندي سوديام متل. هو كان يوارع عن ن اي بوصف. هيجين تو الاكترون. يتحول الى سوديام عند الكاسود. حصل ردوكشن. راح عند الكاسود. وكو يتحول من ن اي ايون الى ن اي متل. انا كده قدرت احصل عليه كمتل. زي ما هو مكتوب فعلا في بريود اكتابه. وانه سي ال ال نيجاتف. ان زيس كيس هي اللي بتلوس التو الاكترون. لان هي نيجاتف. فهتلوس الاكترون من هنا. طب هما كان واحد. تو مول من السي ال ال نيجاتف. هيديك سي ال تو بلاس تو الكترون. يبقى تو الكترون اللي فوقاتهم السي ال. هما هما تو الكترون اللي اكتسبهم من السوديام عشان يتحول من سوديام ايون الى سوديام متل. وبقى انا كده قدرت اعمل لالكالي متل. تعاونا نتكلم في البداية عن السوديام هيدروسايد. موجود فين ويستخداماته وايه خواصه? اول حقيقة بتاعت السوديام هيدروسايد. يعني ايه هيجروسكوبك يعني ايه هيجروسكوبك يعني لو سيبته في الاتموسفير هيتحول من لليكويد لانه هو هيمتص بخار المية اللي موجود في الاتموسفير وهيدوب ويتحول الى لليكويد. اتهي اذا سوبي تاتش and the corrosive effect on skin. بيدوب بسوئة جدا في المية ليه? لانه هو سولد. هيكون لي السليوشن اللي هيكون ده هيبقى الكلين هيبقى بايزيك لانه هو اصلا بايز نيو اتش. يعني عملية دوبانيته في المية دي اكزوسيرميك او عملية طريقة للحرارة. يعني لو جبت سوديام هيدروسايد دوبته في مية. مية ساعة على المية دي بردت بعد كده سخنت لانه عملية بتبقى طاردة للحرارة. المعروف والمشهور جدا بيدينا سولد ومية. فرا وبصيت ổ يونيو ايو 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 مسوئة. طيب لو فعلتوا مع ااس ده تانية زي بسانستيك سلك اند بيبر. لما مطلع على بترول ساعات يبقى فيه بعض الاسيديك امبيوريتس. فعشان نعالجها احنا بنحط لها سوديم هيدروسايد. ليه? سوديم هيدروسايد هيينزل يتفعل مع الاسيديك امبيوريتس اللي موجودة جوه. ويحولها من اسيد الى سولت ومية. ساعتها هقدر تخلص من نوم بسهولة جدا من البيترول اللي يمكن بقى. ازاي بقى? تعالوا نتكلم لو انا عايز اعمل عن طريق استخدام سوديم هيدروسايد. ممكن اعمليه دي تتم ازاي? عليك انت هتجيب سولت سوليوشن. من مين? ما الحاجة اللي انا عايز اعملها سوديم هيدروسايد سوليوشن. هيديك يعني هيديك راسب لونه ازرق. لو سخنته هيديني راسب تاني لونه اسود. يبقى انا كده عملت فعلا لان انا عندي مين? نبص على كيمك الاكويشن فرض انه عندي كابر السلفيت. وده كابر تو كتاين. فوقود تو مول من سوديم هيدروسايد. هيديك كابر هيدروسايد بلس ان اي تو اسو او فور. لو سوديم سلفيت. ده هو اللي لونه بلو. انا لو خدتو عملت له هيتحول الكابر او سايد اللي هو لونه مين بلايك بلس اتش تو. طيب ممكن استخدمه ان انا عمل لاليمينيوم سري كتاين. اي ال بلس سري. قالك اه ممكن. زي. سولد سليوشن. من الحاجة الانون اللي عايزه عملها. بلس سوديم هيدروسايد سليوشن. هيديك ويد برسيبتات من اليمينيوم سري هيدروسايد. الوايد الى هيكوين معاك في الرياكشن ده قالك بيدوب دي سولفيند زي اكسيس رياجينت وف سوديم هيدروسايد. طب تعال بص كيمك الاقيشن. اليمينيوم كل رايد. اللي هو فيها A L بلس سري. بلس سري اللي هو اللي هو عبارة عن انا دلوقتي لو اعمل ده مثلا في ف انا عندي في هذه تيوب فيها قال لك لو حطيت على البيتيرة العgus acceleration اللي كان متكون اللي هو ده. البيتيرة هيتحول ال اتنين اتش تو او. و ده بيبقى دايب في السليوشن. يعني الواقة بتاعي اللي اي بيدوب ويتحول لماده beiter. فده噴ان ان انا عندي ترى كالتي النسلية تاني حاجة عندنا السوديوم ممكن يبقى مبوض فيها وهو سوديوم كربونات بيتحضر ازاي السوديوم كربونات? هلاك انت ممكن تحضره في المعمل. طيب ازاي حضره في المعمل? كربون داكوسايد جاز هعدي سي او تو جاز ثرو هوت سوليوشن اف سوديوم هيدروسايد. يبقى انا باستخدم سوديوم هيدروسايد اصلا في تحضير السوديوم كربونات. زين سوليوشن هسيبه يبرد هينزلي كريستالز هي ادي عبارة عن سوديوم كربونات. فانا ما عندي سوديوم هيدروسايد همررهم على سي او تو جاز هديك ان ايه تو سي او سي بلس اتش تو او. دا سوديوم كربونات. طيب دا في المعمل. في الصناعة بقى قال لك ان اندستري بيحضروا بحاجة اسمها سولفاي بروسس. ديس باي باسنج امونيا. هنبقى باستخدم مين الامونيا? داخل معي برضو في التكوين اللي فات. بدلا ما كنت هنا بستخدم سوديوم هيدروسايدا هنا بستخدم سوديوم كورايد. ساعتها يدينا سوديوم كربونات والله باي كربونات. سوديوم باي كربونات. طب هو دا اللي انا عايزه? لا انا عايز سوديوم كربونات. عليك بعد كده انت هتاخد السوديوم باي كربونات اللي تلع ده. لو انت مش عايزه وعايزت تحول السوديوم كربونات سهل جدا بعد الوقت انت تتحول الناتج ده هو الى سوديوم كربونات ووتر عن طريق كاربون داكسايت بص كذا معي NH3 less CO2 less H2O less NaCl دي المكونات اللي قلناها هنا هيحلم بينهم Cmorte reaction هيديك named NaHCO3 plus NH4Cl مين ده بقى؟ في هرقق ما بين سوديوم كربونيت وبايكربونيت NaHCO3 طب وهو دе люля عايزه؟ لا انا عايز Na2CO3 قالك ده سهل يتخسر بالتسخين الى صوديم كربونات اللي انت عايزه طيب الصوديم كربونات دي استخدام تاني في حاجة مهمة جدا اسمها واشنج سودا ايه هو واشنج سودا ده ومن اسمها هي حاجة باستخدامها عشان تعمل واشنج بتنظف حاجة معينة قالك هي عبارة عن يعني هو صوديم كربونات بس معاها جزئات مية قد ايه جزئات مية هو بيعبارة عن ده كده صوديم كربونات ضد يعني معها عشر جزئات مية طيب هما ليس سموها عشان بيستخدم لمتمثلة في السولت بتاعت الكالسيوم والماغنيسيوم واحدة واحدة بقى يعني ايه قالك انا بيبع عندي املاح زي املاح الكالسيوم واملاح الماغنيسيوم ممكن يبقوا دايبين في المية املاح دي بتضوب عندي في المية بتعمل حاجة اسمها يعني معنا كلمة كده ان نسبة الاملاح اللي دايبة في المية دي بتبقى زيادة او بتبقى كتير فهتبقى غير صالحة للشرب ده بيستخدم عشان يعالج الموضوع ده او عشان يعمل الموضوع ده قالك ازاي قالك ان الواشنج صو ده لما حطها او اللي فيها الكالسيوم وماغنيسيوم سولت اللي بيحصل بقى اللي هما دول دايبين في المية بيحولوهم لمواد تانية بتبقى عبارة عن زي كالسيوم وماغنيسيوم كربونات فانا بحولها من كالسيوم وماغنيسيوم سولت دايبين في المية لكالسيوم وماغنيسيوم كربونات مش دايبين في المية طب بما ان هما موجود دايبين في المية بقى انا نزعتوهم من المية دلوقتي وعشان هما مش دايبين هينزلوا تحت هيترصبوا في القوع تحت فبالتالي اقدر احصل على مية بيور واكالي عملت المية واشنج بالزبط عشان كده سموها واشنج سودا عشان بتعمل الريموفر للهاردنس من الووتر لو بصيت على الكيميكا الاكوشن دا كابر سولفيت موجود جوه المية ودايب انا عايز اشيله من المية فاللي بيحصل هنجيب سودايم كربونات هنحطه عليه هاديك كابر كربونات او كالسيوم كربونات الكالسيوم كربونات دا هو دا مش هيدوف في المية وهيبقى مراسب تحت فبالتالي انا فصلته حولت من ان هو حاجة دايبة في المية الحاجة من ثانية وبانا فصلت المادة اللي موجودة جوه المية طيب الماغنيسيوم سالفيت نفس الرياكشن بالزبط ماغنيسيوم سالفيت مع سودايم كربونات دا دايب في المية لما الرياكشن هيتم هاديني مادة هترصب مش نبقى دايبة في المية وانا سحبتها من الموليكولز بتاعت المية قدرت احصل عليها وافصلها وعملت للمية طيب ايه الخواص بقى بتاعت سودايم كربونات بيبقى عبارة عن اي سولة هنتكلم عليه هيبقى دايما ازي يتسولف انواتر. يعني لما بيدوب بيديني حاجة اسمها بيزيك كنباونت فبا بيعليه لما بيدوب في المية. ما بيتأثرش بالحرارة مهما سخنته مش يحصله مش هيكسر هيفضل موجود زي ما هو. لكن لو سخنت السودايم باي كربونات لو نفتكر كان بيعمل ايه؟ بالذبط كده قلنا السودايم باي كربونات بحصل على السودايم كربونات. لكن السودايم كربونات لو فضلت يسخنه مش هيحصله هيفضل موجود زي ما هو. ممكن يتفعل مع الاسد ساعتها هيديني كاربون دايكسايد. يبقى ايه تو سي او سري فوقود الاسد هيدك ايه سي ال اتش تو او زائد سي او تو كاربون دايكسايد ده يخوك في صورة فوروان فبيحصل تعريبا ايفر فيسنس فوروان وبيطلع لي كاربون دايكسايد. طيب استخداماته ايه بقى ستوديم كاربونيت ده? عليك بيفسادنا في مانيفاكتشر اوف جلاس بابر اندستري تكستايل اندستري يعني ايه تنضيف المية اللي حولها من الى سوفنينج ووتر. البيو كيميكا الرول بقى بتاع السوديم. هل السوديم ليه بايو كيميكا الرول? ليه رول جوه البيو كيميستري جوه جسمنا? قالك اه. عليك السوديم ايون هي عنصر الشائقي على موض في البلازمة بتاعتك بتاعت الدم. فبالتالي البلازمة دي بتنتقل عن طريق الباضي. وقالك ان السوديم بلايه. في العمليات الحيوية. طيب ليه? بيقوز اعمل سيتيبول ميديم بيسحل لامتقال الغزاء بتاعك اللي بيتمسه ال في مين? في الكاربور ديت زى الكولوكوز والامان واصد لبقت انحاء جسمك. يعني هو بيكوون ميتديم وبياخد الحاجات دي بنقالها في بقت انحاء الجسم. موجود فين السوديم في النتشل في المتجات الالبان. ايه بقى بايو كيميكا الرول بتاع البوتاسيوم? انا كده عرفت ان السوديوم هو بياخد الكاربوهدريت والامين واسد والجلوكوز وينقلهم فبقيت انحاء الجسم. ايه بقى الرول بتاع البوتاسيوم? قال لك البوتاسيوم ايون في الخلايا الحيوية جوا جسمك العنصر الشائع عندك هي بقى البوتاسيوم. في ايه بقى? and the process of oxidation of glucose inside of the cell. هو ده اللي بيطلع الانرجي. طيب دايما كده لما بتحس ان واحد مجهد شوية او تعبان هتلاقي حد بيقول له خد اه حاجة فيها شجر شوية. الحاجة اللي فيها شجر دي هتديك طاقة. صح? او ايه اللي بيحصل? انت اخدت حاجة فيها شجر. فيها جولوكوز. مين هياخدها السوديوم? اللي فين في البلازمة? هينقلها في بقية انحاء جسمك. هتقابل مين في السيلز? البوتاسيوم. البوتاسيوم الموجود في السيلزة هياخدها يكسرها ويحولها من نهاية جولوكوز الى انرجي. وهي دي الطاقة اللي بيكتسبها جسمك اللي بيخليك تقوم بعد كده بقية المهم الحاوية. طيب الناتشرال صورتس اللي اللي موجود فيها البوتاسيوم موجود في الميت ملك ايجز ان فيجيتولز. دير ستيولينز. اد زيز بوينت فهمت الدرس دوات الطبي مع تدريبات واختبارات نافس. حمل الان.